اشتركوا في القناة صلى الله عليه وآله وسلم نبارك لكم أحبتي المشاهدين الكرام مشاهدي قناة المعارف الفضائية هذه المناسبة الميمونة سائلين المولى عز وجل أن يعيدها علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين باليمن والخير والبركة أحبتي نرحب بكم أجمل ترحيل في حلقة خاصة حول ولادة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء وفي قصيدة أخرى لشاعر آخر يقول ولد الهدى فقيل يا نار خمدي وأفضياءك يا جبين محمدي اللهم صلي على محمد وآل محمد أحبتي نرحب إياكم بضيف الحلقة سماحة السيد محمد أمين شبر فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد وأسعد الله أيامكم وعوقاتكم بهذه المناسبة أحياكم الله وأسعد الله أيامكم بهذه الذكرى العطرة الميمونة إن شاء الله الله سلمكم ابتداء سماحة السيد ماذا تعني لكم ولادة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم تعني لنا الكثير الكثير ولادة النبي ولادتنا جميعا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنا وأنت أبوى هذه الأمة ولدت هذه الأمة بولادة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هذه الولادة تعني لنا المنة الإلهية الكبرى نعمة الله الكبرى علينا هي ولادة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نعم الله علينا لا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ولكن لو سألتني يا أخي العزيز ما هي أعظم نعمة علينا أعظم نعمة لقولت لك أن أعظم نعمة هي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأستنبط ذلك من قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين شوفوا مننا الإلهية لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ربما تأييدا لكلامكم سمحت السيد أنه في القرآن الكريم نجد ذكر لنعم أخرى ولكن لم يذكر المنة الله عز وجل في قرآن هنا ذكرها واضح جدا لقد من الله هذه المنة هذه المنة الإلهية هذه النعمة الإلهية الكبرى من برأي أفضل النعم علينا وأعظم النعم وإلا شوف ذيل الآية وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الناس كانوا قبل بعدة نبي صلى الله عليه وسلم بأي حالة كان يقول أحدهم كان يأكل بعضنا بعضا ويقتل بعضنا بعضا ويغير بعضنا على بعض كنا نأكل الخنافسة والجعلان والحيات والعقارب الزهراء صلى الله عليه وسلم ما جاء في خطبة الزهراء صلى الله عليه وسلم زهراء عليه وسلم هذا تقول وكنتم على شفاء حفرة من النار مذقة الشارب نهزة الطامع موطع الأقدام موطع الأقدام يتخطفكم من حولكم من وقتوا شينتوا يساو بها حالة فأنقذكم الله بأبي محمد صلى الله عليه وسلم فالنبي يمثل لنا هذه الولادة تمثل لنا النور الأمكات في ظلام ومحمد صلى الله عليه وسلم هو نور بنص القرآن الكريم قد جاءكم من الله نور قد جاءت بالله نور وكتاب مبين وهو القائل صلى الله عليه وسلم كنت أنا وعلي بن أبي طالب نورا بين يدي الله قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام ربما نأتي إلى هذه المسألة بشكل أكثر تفصيلا سمحت السيد مسألة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه نور هو والأربعة عشر معصول بشكل عام كما تنقل الروايات على اختلافها أنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ولد توفي أبوه عبد الله بعض الوايات تقول شهرين بعض الوايات تقول سنتين وهكذا أمه كذلك توفيت في بعضها البعض يقول شهرين بعض يقول سس سنوات المهم في إذن توفي ولد النبي وقد توفي والداه وهو يعني لم يتجاوز السادسة من عمره هل في هذه الحالة هناك سر إلهي سر من السماء ماذا أرادت السماء لماذا جعلت النبي يتيما من صغر سنه طبعا هذه ناقشها العلماء ووردت روايات كثير عن الأمة سلام الله عليهم خصوصا ليحب يراجع كتاب الشيخ الصدوق على الشرائع موجودة هذه التساؤلات والأجوبة وبرأيي أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما لكي نعرف أن أصحاب الأموال وأصحاب الدنيا وأصحاب المناصب لا يشترط أن يكونهم العظماء في الدنيا وإنما يدلنا ذلك على أن يتيما قلب الدنيا بمفرده بإرادته بتوكله على الله بصبره بتقواه ملاحظ يتيم واحد صار أعظم رجل في العالم نستفيد كذلك أن المحن هي التي تصنع الإنسان لا يمكن لأمة أن تنهض من دون أن تطهرها نار العذاب شوف أحد العظماء هكذا يقول أكثر عظماء الدنيا صارهم الأيتام الفقراء نعم الله ووجدك يتيما فآوة فآوة عائلا فأغنى فقير يتيم فهذا اليتيم كذلك فيها عبر أن الأيتام حينما نرى الكثير من الأيتام سنشعر أن باليتم يتذكر نبيه صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم فالتهون مصيبته إيش قد رأينا أيتام أبناء شهداء قتلهم الطغات هاي التفجيرات صار لها سنوات إيش قد ولدت أين لنا أيتام هذا اليتيم حينما يشعر بالغربة بالوحشة يتذكر أن نبيه صلى الله عليه وسلم هو اليتيم فتتبدد الوحشة فأيقول الآن ما أستوحش لأن النبي يتيم كان أعرف كيف مثل اللي يفقد لطفل زين أبني فقده يتذكر النبي فقد أبناء يقال ثلاث أبناء فقدهم بحياته مثل الآخر اللي يفقد أخاه أخ عزيز يتذكر مصيبة الحسين بأب الفضل العباس عليه وسلم فتاون مصيبته اللي يفقد لطفل آخر رضيع يتذكر مصيبة الحسين بمقتل طفله الرضيع على صدره صلى الله عليه اللي يفقد ابن شاب يتذكر مصيبة الحسين بولدي علي الأكبر كلها لنا كلها دروس كلها عبر كلها تكمت جراحاتنا بعض التفاسير سماحة السيد تقول بأن الله عز وجل ما أراد أن يبقي أحدا له حق على النبي كما تعلم ويعلم الجميع بأن للوالدين حق على ابنهما فما أراد أن يبقي لأحد خصوصا يعني بعدما يكبر النبي ويصبح نبيا إلى آخره هذا الجواب أنا اتسبختني هذا أنا قاري هو في علل الشرايع أجاب الإمام الصادق عليه السلام عما سأله عن العلة في جعل الله تعالى للنبي يتيما أجاب بالنص هذا الجواب لكي لا يوجب علي حقا لأحد هذا هم موجودة هم لا بس قد هذا تستطيع تسمي فالجواب عقائدي النبي ماكو أحد إلى حق عن النبي بل هو له الحق على الجميع جميع فهذا اليتيم ماذا صنع كيف نشأ نستفيد أن الإرادة الصلبة للإنسان أن التوكل على الله أن العزيمة لها الدور اللي هو أهم مما ينشأ الإنسان في أسرة مترفة في أسرة أموال طائلة ودلال وغير ذلك وقدوتنا النبي قد كان لكم في رسول الله أسوة حسن بكل شيء هو قدوتنا ترى مثالنا بكل شيء النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نجعل النبي وآله صلى الله عليه وسلم هم القدوات هم النماذج التي نحتذي بها لاحظ كيف فهذا اليتيم ماذا صنع هذا اليتيم جعله الله سيدة البشرية جعله علة الكائنات لننظر إلى الأيتام حين نستفيد من ذلك كذلك أدنى أيتام الآن أعتقد ذلك خمس ملايين يتيم أدنى بالعراق خمس ملايين علينا أن نستخرج من على الطاقات أكون طاقات على صعيد العلم على صعيد الفقه على صعيد الصناعة على صعيد الزراعة على صعيد السياسة علينا أن نهتم بالأيتام علينا أن نبني لهم معاهد جامعات خاصة بهم كليات خاصة بهم رعاية خاصة بهم أن نشجعهم شجع الطاقات الطاقات الأيتام الاهتمام باليتيم سمحت السيد له فواتك بالتأكيد كثيرة امتصاص غضب الأيتام لأن هذا فاقد لأبيه فاقد لأمه فاقد العاطفة يجب أن يعوض بالعاطف ربما لو أهمل اليتيم لا قدر الله يكبر ويصبح مجرما يحقد على المجتمع يحقد على المنطقة يحقد على المكان الذي نشأ وترى رأى فيه وأحس وشعر باليوتب سمعت السيد بالتأكيد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بعد وفاة أمه تكفله جده عبد المطلب ومن ثم أبو طالب صح عم أبو طالب ماذا كان بالضبط دور منذ أن تكفله أبو طالب حتى وفاته بعد البعثة النبوية يعني دور أبي طالب عليه السلام هذه الشخصية العظيمة أبو طالب حقيقة له الدور العظيم في انبثاق الدعوة الإسلامية المباركة وهذا الرجل مظلوم من قبل البعض من من يدعون الإسلام مع الأسبب الذين قالوا بكفره بينما أبو طالب هو المؤمن مؤمن قريش كما يسميه بعض الكتاب له أبيات أحصى شيخنا الأميني قدس الله سره في كتابه الغدير القيم ثلاثة آلاف بيت شعر لأبي طالب عليه السلام كلها تنضح بالولاءة بالإيمان بالإسلام يعني مثل هذا البيت الشعر إلا لأبي طالب ولقد علمته بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا الله يعني أكو كافر تشي يقول ايش يكون ينظم أو يخاطب النبي يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له فاصدع بأمرك ما عليك غضاظة وابشر بذاك وقر منك عيونا ودعوتني وعلمت أنك ناصحي ولقد دعوت وكنت ثم أمينة الله الشعر إلى هذا ومواقفة العظيمة تضحيت من أجل الإسلام من أجنبي الإسلام من اللي يتحمل حصار ثلاث سنوات جوع وخوف وعطش وكذا أبو طالب تحمل ثلاث سنوات من أجل ماذا لو كان كافر ما مستعد يتحمل هذا اتشقرت في في سيرة حياتها الرجل العظيم أنه نصف الليل يومية يغير مكان النبي يقول له قم يا ابن أخو لا يغتال آه حسين آه حسين خابوا أحمد سفراء مكة يندل مكانه ويفودي قتله يخلي أولاده يضحى بهم وأولاده لهم الدور جعفر والإمام علي عليه السلام في حراسة النبي في قيام الإسلام لاحظ كيف فلذلك أبو طالب يعني حتى أقول رواية إن الله تعالى نزل جبريل عليه السلام قال يا محمد إن الله تعالى حرم النار على بطن حملك وعلى حجر كفلك من الذي كفله كفله أبو طالب عليه السلام محرم النار على أبي طالب هذا المؤمن له الدور الريادي في حماية الإسلام يعني دولة كانوا قريش بوجود أبي طالب عليه السلام ماكوا واحد يجرع على أذية النبي أبدا بوجود أبي طالب ويذكرون مواقف أنا قال حتى في كتب أخواننا نستكمل هذه المواقف سمحت السيد عذرا بعد أن نذهب إلى فاصل ثم نعود إن شاء الله سادتي وأحبة المشاهدين الكرام فاصل ونعود معكم فتفضلوا بالبقاء معنا عن جابر بن عبد الله قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله أول شيء خلق الله تعالى ما هو فقال نور نبيك يا جابر خلقه الله ثم خلق منه كل خير أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبة المشاهدين الكرام كما وأرحب مرة أخرى بطيف الحلقة سماحة السيد محمد أمين شبر فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد إذن لأبي طالب عليه السلام مواقف عدة مواقف كثيرة مواقف دفاعية نضالية إيمانية عقائدية مع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حبظة لو نستعرض بعضها كذلك يذكر بعض المؤرخين من أخوان السنة والجماعة هذا الموقف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بداية دعوته يصلي في الكعبة وكان الحضور قاعدين جماعة أبو جهل ومن لف لفه فقال أبو جهل من يقم لمحمد ويفسد عليه صلاته فقام رجل يقال له عبد الله ابن الزبارة هذا موجود ذبيحة كانت أخذ الدماء الفارث والغير وقام يلطخ وجه النبي وراسه وجسم النبي في أثناء الصلاة وهؤلاء يتضاحكون أبو جهل وأمثاله فانتهى النبي من صلاته جاء إلى عم أبو طالب فلما رآه أبو طالب عليه السلام استشاط غضبا من فعل بك هذا قال له النبي مجموعة قاعدين بالكعبة فقام أبو طالب أخذ بيد النبي وجاء مسرعا هؤلاء نظروا إلى أبي طالب شافوا الشرر يتطير من عينه وحاولوا الفرار صاحبهم صاحبهم لأن قام أحد منكم لجللتوا بسيف هذا الله اجلسوا التفت أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد من فعل بك هذا أشار إلى عبدالله بن سمار أبو طالب قال له قم وقف هذا أخذ أبو طالب فرث ودماء وفضلات وقام يلطخ رأس هذا وجه وقام وكان أكثر من انكسار أبو جهل هذه الحادثة ثم قال لهم لأن تعرض أحد إلى ابن أخي محمد لجللته بسيف هذا حذرهم هذه الواقعة يروح قلت لك سنة وشياء بس أكو تعليق هنا أنا قرأت مع الأسف يجي واحد من دون ذكر اسمه من هؤلاء الذين أعمى الله بصائرهم بران على قلوبهم الآية ما تقول عليهم تقول الأميان أميان القلوب والبصائر أعماهم الحقد الحقد والحقد على أمين المؤمنين على النبي على النبي الحقد قبل الأمين على النبي يقول هذا واحد منهم مكتاب اسمه زين الفتاة هو عنده الحافظ الفلاني يقول أما أبو طالب بعد ما يذكر هذا الواقع اللي يذكرتها قد يعلق قد يبث السم أما أبو طالب فقد مات كافرا بعد كل هذا بعد كل هذا وأما عبد الله ابن الزبعرى فقد أسلم في عام الفتح وحسن إسلامه والسلام أرأيت حاقدا كهذا يعني ما يحترم عقله بالواقع لا يحترم عقله لا يحترم الأدب لا يحترم التأليف لا يحترم الناس لا يحترم زين أبو طالب هذه الشخصية العظيمة موقف العظيم من الرسالة الإسلامية والدفاع واستماد ولكن كما يقول شيخنا الأمين على الله تعالى مقام ذنب أبي طالب أن ولده علي علي هو هذا قد تالى العالم يقول كل ما حاول القوم توجيه سهامهم إلى علي لم يفلحوا شيرون علي شيرون علي البخير لا وإجا واحد من معسكر المعالي راح المعاوية من دول أهل اللقمة أهل التعبير حلو شفاه على نعال السلطان واك هؤلاء عباد أنفسهم قال لها جئتك من أبخل الناس اقصد علي ابن أبي طالب معاوية عدو لدود المعاوية شوف جاءت جاوبة غضبة معاوية قال لك اسمع علي ابن أبي طالب بخير اسمع 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 احتي غيرها شو نقول غيرها قول غيرها لو كان لعلي بيتان بيت من تبر وبيت من تبن تبر ذهب لأنفق تبره قبل تبنه صحيح صحيح مش ولط لحظة الله شاهدت به الأعداء يدخل آخر هم من ذول المنتفعين المصالح يقول له جئتك من أعين ناس ما يعرف يحج وإي حق وهل سن البلاغة إلا ابن أبي طالب هو منه علم البلاغة الناس هلا ينت تقول ما يعرف شي شوي من تتهمون شوي تتهم عدل صب فطلك فدحات شوية معقول عسنتم سرعة السيد نعود إلى النبي الأكرم وولادته ومحور عقائد لابد أن نشير إليه علماء الشيعة أطبقوا على أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم معصوم منذ ولادته وحتى مماته بعض المذاهب والفرق الإسلامي الأخرى تقول لا عصمته فقط أولا في ما نزل من الشرع وثانيا في التبليغ يقول فقط وبعد البعثة وليس منذ الولادة ما هي أدلتنا على أن النبي هو معصوم منذ الولادة طبعا موضوع العصمة فهذا موضوع دقيق وشائك وتحدث فيه الكثير الكثير من العلماء ومن الفسرين ومن الفقهاء وكان الاختلاف في الآراء حتى أدنا ترى على صعيد علماء الشيء بينهم يختلفون الشيخ الصدوق إلى رأيي الشيخ المفيد إلى رأيي في مسألة العصمة نعم فقسم يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو معصوم فقط في طريق التبليغ يعني إذا مثلا جبرائي الإسلام أنزل شيء على النبي ما يصير يشتبه به مثلا ينزل حكم الزكاة مثلا ما يصير النبي يسهو هذا سهو النبي يسمى الأنوان يقول لا النبي ما قال بالزكاة لا هي تستحيل أكو رأيها كذا فأمور التبليغ يعني أما هي بعصوم فيها أما أمور أخرى أفرض النبي يذكرون أدلة مثلا في معركة المعركة بدر قبل المعركة النبي مثلا إجا بالجيش مارت وقفوا في مكان معين فالهضب فجاء رجل من أصحابه قال يا رسول الله هذا المكان النبي الله أمرك به هنا ترابط قال لا قال أنا أشوف هذا مو مناسب لو ننتقل بذاك المكان قال لا بس أخذ براي أو تأبير الناخ اللي يروه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أخبر أنه نأبره بفلان وقت فلان شهر موسى نبي أخذ براي هؤلاء أصحاب الرأي القائل بأن العصمة فقط في التبليغ أما مثل بصلاة يسه النبي لو لا يقول لك لهم يسه مثلا شو نحن أشك أنا صلاة الصباح بين ركعة ثلاثة وأربعة مثلا يقول لك إنسان هو أو ينسى حاجته سألت شو مفتاح سيارتك تنسى وين خليته ولكن النبي إنسان من ذن مو مشكلة ينسى هذا الرأي ياثب إلى حتى بعض فقهان أما برأيي هذا اللي أميل أكثر عليهم علمان أنه النبي تستحيل عليه كل النواقف أي كل نقيصة وهذا الرأي القائل الحديث المروي عن نفس الله صلى الله عليه وسلم جعلني الله نبيا وآدم بين الماء والطين النبي متكامل في كل شيء أمير من كذلك يروي أبو ذر الغفاري رضو الله تعالى عليه يقول دخلت أنا وعلي بن أبي طالب عليه السلام في واد كثير النمل فقلت سبحان محصيه نمل شو في عدده سبحان ليه حسب هذا فسمعني علي عليه السلام قال لا تقل هذا قل سبحان باريه إني والله محصيه وأعرف الذكور من الله محصوم كل شيء يعرف آخر يقول الإمام علي يريد يحمل فأستأو يريد يحمل معركة الجمل قد مثل عسل قال هذا عسل وكيمن حضرمي كذا كذا طعوص عفة بس نظرة من بعيد شون تعرف العسل تعال حل لو دخل بالمجهر أو قاعد على المنبر زين عليه السلام زين واحد يسأله ما هو العدد الذي إذا قسمناه على واحد على اثنين على ثلاث على أربع على خمس على ساعة لا يبقى منه باق أضرب أيام السنة في أيام شهر تعال ما هو ما يعرف المعصوم هذا رأينا أنه النبي صلى الله مهتكان في كل شيء في كل شيء أو يجي مثلا هو شاب ابن عبد الملك الطاغي الأموي بقل إمام الصالف تعال أرمي بالسهم بقل إعفين قال لها من واق ويجي بالسهم بالسهم بالنقطة فما كوش ما يعرفوا أهل بيت ولا يخطئون وإلا لم يكونوا حجج لله عز وجل الإنسان يريد له قدوة إليه يعني القدوة متكامل لا يخطأ أنا ليس باتر نحن نعطي ثغرة أنه نبينا ما عرف هذا وإمامنا ما عرف هذا والمعصوم هذا ضعيف ما عدنا شيء كم شيء العقل يقر ذلك والنقل كذلك أحسنتم أحسنتم أسمحت السيدة بالأفاصل آخر ثم نعود معكم إن شاء الله سادة المشاهدين كرام فاصلوا لنا عدد أخرى معكم بعونه تعالوا طاب المديح بطه والكون شعر حضي كم حد قضلا وجاه يا خاتب الأنبياء يا خاتب الأنبياء طاب المديح بطه والكون شعر حضي سعر حضي حضي شعر حضي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم مرة أخرى سهلتي وحبتي المشاهدين الكرام مشاهدي قناة المعارف الفضائية في الجزء الثالث والأخير من هذه الحلقة الخاصة حول ولادة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم سمعت السيد للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله بالتأكيد كرامات كثيرة منها شق القبر مثلا منها المعجزة الخالد القرآن الكريم الإسراء والمعراج بالتأكيد لكل كرامة أو لكل معجزة هدف سماوي هدف من قبل الباري عز وجل الإسراء والمعراج يعني الإسراء من مكة إلى بيت المقدس والمعراج من بيت المقدس إلى السماوات السبع كيف عارج النبي كيف أسري بالنبي وكيف عرج به ويعني ما هي الأسباب ما هو الهدف من قبل السماء لهذه الكرام ولهذه المعراج طبعا الإسراء والمعراج هذه ذكرت في القرآن الكريم يعني مو رواية حتى واحد يقولها ضعيفة هاي عدنا سورة كاملة سورة الإسراء بسم الله الرحمن الرحيم الذي أسرى بعبديه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأخصى الذي باركنا حوله لنوريه من آياتنا شوف لنوريه من آياتنا الإسراء والمعراج الهدف منها طبعا المعاجز النبي والأنبياء كثيرة ومعاجز نبينا صلى الله عليه وآله وسلم شنو يتعب المعجزة هو الأمر الخارق للعادة والخارق للطبيعة يعني اش مثلي اش مثل افروض احنا عدنا النار تحرق طبيعة النار تحرق الله تعالى يريد هو خالق النار يريد يسلب منها الإحراق كما فعله كما جعل فيها الإحراق يسلبه منها كما فعله بمعجزة المعمل عن إبراهيم وقلنا يا ناره كوني برده وسلاما على إبراهيم صارت برده أخذ يرتجف من البرد الله هو خالقه فإذن مو عجيب لاحظ كيف؟ بالنسبة للزمان والمكان الله خلق الزمان وخلق المكان مصحيح؟ نعم من خلقه؟ هذا الزمان الآن اللي احنا علي نشوفه اليوم تكون من 24 ساعة والساعة 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية والبرد تريد نسافر اليوم أريد نسافر إلى بغداد مثلا أحسب كم ساعة كم دقيقة الله تعالى هذا الزمن إذا أراد بحكمته أن يسلب الزمن مثل الإسراء والمعراج يسلب خاصية الزمن خاصية فش يجعل يجعل سفرة النبي صلى الله عليه وآله هاي السفرة المباركة سفرة الإسراء الموازم اللي يعني شم كيلومتر الآن من مكة إلى فلسطين زين؟ يعني بالتأكيد أكثر من ألف كيلومتر هاي قطاعها ما تكرت تحسب الزمن مثل سرعة الضوء سرعة الضوء كم؟ ثلاثمائة ألف كيلومتر بالثانية ثانية الله شروف؟ الضوء شوني؟ ثلاثمائة وستين ثلاثمائة نعم لا فالآن أكون سيارة تمشي منها البغداد تروح يريد الهات لساعة الضوء مو مثل السيارة سرعتها لاحظ؟ نعم أو مثلا ذلك الذي جاء بعرش بالقيس برمشة عين من اليمن إلى فلسطين قال أني أعتيك به أول واحد قال قبل أن تقوم من مقامك قال لا أنت تطول عليه ثالث قال له أني أعتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك قبل لا هاتش تقول هو جاي من يبن إلى فلسطين هذا القرآن هذا قرآن مو روايح تواحي يقول ضعيفة الإسراء والمعراج نفس الشيء حدث ترى يعني لحظات مو ليلهم كلها ترى لحظات أنا أريدها يعني المشاهد يصور علمين جاء أن يتكلم تسرعة الضوخ هذا قرآن فاللي حدث أنا برأي تحليلي هاي المعجزة الخالدة الإسراء والمعراج المعجزة العظيمة اللي الله خص بها فقط خص بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما قلنا بها إسراء والمعراج تحليلي أن النبي صلى الله عليه هو نور شوف النبي صلى الله عليه وسلم يتكون من جزء جزء بشري مثلنا قل إنما أنا بشر مثلكم نبي بشر يتزوج ويأمراض مش بالأسواق ويضحك ويصير عصبي ويتمازح ها ها يتزوج بشر بشر يأكل ويشرب قلش قلش بشر جزء الأول جزء الثاني الجزء الإلهي الجزء النوراني لذلك أقول لو لم يكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نورا الله لما استطاع أن يخترق السبع سماوات سبع سماوات اخترقها ها لو ما نور ما يخترق لو بس بشر ما يخترق الآن أنا وياك نقدر شوية نصعد لسا قف هذا نقدر نقدر نخترق ساقف هذا البسيط اللي نص متر هذا النور وهو محمد صلى الله عليه وآله الله اخترق سبع سماوات ووصل إلى مكان حتى جبريل قال له أنا ما مسموح له ووصل له لعب كيف قاب قوسين يا رجل لذلك زين هذا النور شاعر شو يقول يقول فيا محمد هذا العرش فاستلمي مم لعب فهذا الإسرار محمد نور قلت لك الآية تقول بعد أكو آية أخرى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا بعد وداعيا وداعيا إلى الله بإذنه بعد وسراجا منيرا سراجا منيرا سراجا منيرا خل أحاديث كثيرة قال صلى الله عليه وآله وسلم كما يروي سلمان رضو الله تعالى عليه سلمان محمدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كنت أنا وعلي وابن أبي طالب نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام فلما خلق الله تعالى آدم قسم ذلك النور جزئين فجزء أنا وجزء علي وابن أبي طالب اللهم اللهم صلي على محمد وآني محمد سمعت سيد معاجز وكرامات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كثيرة ولكن أكبر معجزة جاء بها النبي واللي هي معجزة النبوة القرآن الكريم وهذا واضح من خلال الآيات القرآنية حيث تحدى القرآن في مواضع كثيرة الكفار والمشركين بأن يأتوا ولو بآية واحد بدأ من السورة حتى وصل إلى الآية أو الكلمة إلى آخره هذه المعجزة العظيمة هذه المعجزة الكبيرة كيف يجب علينا أن نعتني بها أن نهتم بها الآن ما شاء الله المطابع كثيرة تطبع القرآن بشكل مزخرة في الجلاد الداخل الخارج الألوان بالدهر ونأتي به ونضعه في الدرج في المكتبة كيف إذن علينا أن نجح لهذا القرآن الحرم الحقيقي الذي يستحق لو سألت اليهود من هو نبيكم إذن هو أي أنبياء بن إسرائيل قال لك موسى لو سألتهم ما هي معجزة نبيكم لقال لك العصة عصة موسى عجيبة نعم أين معجزته قل لك ذهب موسى وذهبت معه موسى أما تقول التوراة لا التوراة محرفة عدد كتب صارت تعال إلى النصارى سألهم من هو نبيكم يقول لك عيسى عليه ما هي معجزته كان يبرؤ الأكمه والأمرض يحيل الظالم يرمين بإذن الله وإنه معجزته يقول لك ذهب وذهب أتوا أنا أجيل عدو مدرش من إنجيل صار سأت معيش وصال كذا كل واحد يقول شك زين إبراهيم كذلك عليه السلام عند الصحف وإن إبراهيم وإن الصحف ما ندري به أما أنت أيها المسلم فلو سألوك ما هي معجزة نبيكم صلى الله عليه وسلم علينا أن نفتخر نقول معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم هي القرآن وللقرآن هذا القرآن لا تحرف لا يتي الباطل بين يديه ولا من خلفه ولا من تحته ولا من قلب هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق القرآن صلى 1400 نبيه سنة الآن 1436 سنة يتحدى البلغاء العلماء الأدباء فلاسفة وما استطاع أحد أن يجد مثل به أو خطأ صغير في القرآن الكريم بل على العكس ذاك اليوم فدي واحد عندي اسمه كاتبة عالم فإلى سوف وقسيس أعتقد أمريكي كان محتوظ باسمه والصحيفة هذا قرر أنه يدرس القرآن سنوات عشر سنوات بقى حتى يطلع الأخطاء من ناحية علم الرياضيات من ناحية علم الفيزياء من ناحية علم الأداب طلع نتيجة هذا أسلم صار مسلم بيقول شلقية أشرار بالقرآن وهكذا سبحت السيد كل من درس الإسلام درس القرآن درس سيرة أهل البيت سلام الله عليهم بتجرد ومن دون عصبية مئة بالمئة سيصل إلى بدون تطرف وبدون تطرف أهم شيء يصل إلى حقيقة وجوهر الإسلام حقيقة وجوهر هذه الرسالة المحمدية سليمان كتاني رحمة الله عليه سيحي الوقت أدركنا سمحت السيد عذرا إن شاء الله في حلقات قادمة وفي برامج أخرى معكم ونستفيد من فيض معرفتكم إن شاء الله سمحت السيد محمد أمين شبر شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات القيمة ومرة أخرى أصحى الله أيامكم بهذه مناسبة العطرة حياكم الله والشكر موصول لكم سادتي وحبتي المشاهدين كرام مشاهدي قناة المعارف الفضائية أسعد الله أيامنا وإياكم مرة أخرى بهذه المناسبة العطرة سائلين المولى عز وجل أن يجعلنا من السائرين على درب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى اشتركوا في القناة